السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم حبايبي عامليني يارب تكونوا بخير معاكم نورة من قناة بيتي جنيتي مع نورة حبايبي قلبي الحلوين ان شاء الله هنمل مع بعض كده الميونيز البيت الصحي بطريقة سهلة جدا زي ما انتم متعودين معايا وبمقدير طبعا متوفرة في كل بيت بعد كده مش هتشتري الميونيز من بره خالص زي ما انتم متعودين انا بحب كده بوريكم النتيجة يعني بجيب لكم اخر الفيديو في اول الفيديو حشان تشوفوا النتيجة عاملة ازاي ما شاء الله عملتلي كمية كبيرة يعني شوف البرطمان ده حوالي 500 جرام وكمان في الطبق ده 500 جرام يعني من كمية بسيطة عملتلي كيلوم يونيز شوف انت بقى لو هتشتريهم من بره هتشتريهم بكام يلا معايا المقادير السهلة وبسيطة ومبسطة بجد زي ما انتم شايفين كده انا حبيت ان انا مفضيش لكم الحاجة في اطباق اللي انا هصور فيها لا احبيت ان اوريكم الحاجات اللي انا هستخدمها بحس ان تبقى ساعة لكم معايا كباية من الماء الساقعة جدا قصدي اللبن ساقع جدا رشة من الملح كمان معايا عصرة لمونة كبيرة هاخد معلقة كبيرة من العسل الابيض الطبيعي اللي نول نحن انتم عارفينه ده ومعلقة من المصطر ده وزيت نباتي هاخد منه حوالي بالزبط كباية ونص تمام اهو زيت نباتي هاخد منه كباية ونص والخل هاخد منه نص كباية وطبعا الجبن المسلسات اللي انا عندي طبعا هي اللي انا باشتريها بالكيلو ده هاخد منها تلات معلقة كباور انما لو مش عندك ممكن تعملي حوالي تلاتة من الجبن المسلسات او اربعة ما تزيدش اكتر من كده انها هاخد تلات معلقة كباور هتشوفوا ده كله معايا وانا بنعملوا مع بعض في الكبا يلا معايا عشان تشوفوا الفيديو هنزل باللبن اهم حاجة يكون سائع جدا يا جماعة جدا يعني لو انت في الصيف حطيه في الفريزر يسقع وبعن تطلعيه طب احنا في الشتاء فسائع جدا اقولنا انا انا اصلا عينها في التلاجة فانزلت بكباية كده وهنزل بتلات معلق من الجبن المسلسات او الجبن الكيري اه مهم تلات معلق كبار لو مش عندك زي ما قلت ليك ممكن تحطي تلاتة من المسلسات تجبن المسلسات او اربعة لو هي حجمها صغير باربعة تمام كده انا هنزل بكل المكونات كلها مع بعض عشان ايه يعني ايه انجز ومش عايز اطور عليكم الفيديو لان الفيديو صراحة مش يستهن هو ايه اهم حاجة لعصة اللمونة اللي انا عصرها دي يعني انشية الحب منها زي ما انتم شايفين كده وتكون لمونة حجمها كبير ما يكونش حجمها صغير رشة من الملح هنزل بيها يعني حوالي كده نص معلقة صغيرة من الملح تمام؟ هنزل بكل المقادرة معايا كلها مرة واحدة لو مش عندك كبه ممكن تعمله في الخلاط احادي مفيش فق اي مشكلة اه معلقة كبيرة كده من العسل الناح زي ما انتم متعودين الميونيز بنستخدمه في الصوصات وكمان اه اه في السلطات وكمان المغبوزات معلقة كده من المستردة تمام كده اه انت ستقلوكم مستردة تكون الخردل اه نص كباية كده من الخل الطبيعي بتاعنا اللي هو خل الطعام وهنزل بنص كباية هنزل بكل حاجة اه زي ما قلت لكم معادة بس الزيت الزيت ده خلي اخر حاجة هنزل بكباية ونص من الزيت النباتي يعني بنزل بها كده وانا بشغلها الكبه بتاعتي او الخلاط وطبعا ما بشغلهاش في الاول على سرعة عالية يعني لا بابدع على سرعة هادية وبعدين ايه بزود بعد كده بعلي السرعة بتاعتي هنزل بنص كباية من الزيت اللي فضلة معايا انا حابة اوريكم بس كده السرعة اللي هبدأ بيها وبعدين هعلي ايه هي لسه هادية انت بس بتهايلكم ان هي عالية بس هي هادية خالص اهي شفتوا انا هنا كنت عاملها على اتنين اه لو احنا حبينا بقى نعليها ممكن نعملها على تلاتة او يعني تلاتة يفضل تلاتة ما زيتش عن تلاتة لان هي اصب بقى سائل والسائل ده كل ما بتضرب بقى سرع الكبه بتاعتي طبعا يعني السائل ده هيطرتش على الكبه او الخلاط فمش يعني يبقى اي شكله مزدريف وكمان هيهدر من الميونيز بتاعنا خلاص شايفين ما شاء الله كمية بقى يتقد ايه يعني مش عايز اقول لكم وطعمها بقى وريحة تحفة 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 اه لان احنا عملنا في البيت وحاجة احنا نضمنينها ومعرفة ازاي اه ممكن بقى تستخدمها بقى في الشوار ما عندك لأولادك اه بتنفع حلوة جدا في كل حاجة انت عايز تضفيها شايفين بقى تقومها على فكرة نستقل لكم اه ما تقلقش لو لاتاها خفيفة هي اللي ما بتدخل بالتلاجة بتتقل على فكرة اه شايفين ما شاء الله قومها عامل ازاي اهو اهي شايفين كده هفضعها كده عندي في البرتمان شايفين ازاي ياريت بقى لو هتفضعها يفضع في البرتمان يكون ازاي شايفين كده ويكون محكم الغلق اهو شايفين كمان نسه معايا في الطبق حوالي كمان نص كيلو من مايونيز ما شاء الله كمية كبيرة من مايونيز اه بس الفيديو بتاع النهاردة خلص يارب الفيديو بتاع عجبكم لو عجبكم طبعا ما تنسونيش زي ما قلتلكم بلايك حلو زيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في رعاية الله باي باي